ستة أطفال يمنيين يقتلون أو يصابون كل يوم على الأقل أرقام وثقها تقرير حديث صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف واهدع من خلاله لوقف المعاناة التي يعيشها أطفال اليمن بين التشرد والتجنيد في القتال والموت بأمراض مختلفة تقرير يونسيف وثق حتى الآن مقتل قرابة الألف طفل في الحرب وموت أكثر من عشرة آلاف طفل بسبب توقف عملية التطعيم فيما يعاني نحو 320 ألف طفل من سوء التغذية ويحتاج عشرة ملايين طفل آخرين إلى مساعدات إنسانية للحيلولة دون تدهور أوضاعهم الغذائية والصحية بشكل أكبر وأضاف التقرير الأممي أن الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على شفاً هيار كامل مع توقف الكهرباء وانقطاع المياه في معظم المدن اليمنية بما فيها العاصمة صنعاء إضافة إلى تعرض مئات المدارس وعشرات المنشآت الصحية للضرر جراء العمليات العسكرية ما أدى إلى توقف معظمها عن تقديم خدماتها للسكان في مناطق الصراع وفي مقدماتهم الأطفال أما المعضلة الأبرز فهي عمليات التجنيد التي طالت أطفال اليمن في السنوات الأخيرة فقد سجلت تقارير أممية أعلى نسبة تجنيد في صفوف ميليشيات الحوثي حيث بلغت 82% من الأطفال المجندين يقاتلون في صفوف ميليشي الحوثي ويمثلون ثلث عدد المقاتلين ترجمة نانسي قنقر